ها هي جات ها هي جات حلوة كل الأوقات حلوة العسل الشهيرة من طرات أجدادنا وأيامهم الزينة حلوة فيها مواصفات رفيعة بمجهود ومكونات قليلة حلوة نقدمها صباح وعشية مع كويس داتاي مشحر على نار مهيلة حلوة كبرنا بيها ومن اللي نشمو ريحتها نفرحو بيها بغيت نوصيكم وصية يا العيالات يا الحرات يا المرضية فهذه الحلوة ما تفرتوش فيها وصيبوها الوليداتكم وبرعوهم بيها ولضيافكم قدموها لهم والجيرانكم دوقوها لهم والرجالتكم قتصدع لهم حلوة همية بكمية فيها مزية رغم مقوناتها الاقتصادية حلوتها في لدتها وسهولة تخدمتها وفي شكلها اللي هو بلمسة بلدية بنات يا بنات سلام عليكم ورحمة الله الى ما جربتوش هاد الحلوة فانتم ما ما جربتو والو يا البنات حلوة روعة روعة بزاف الناس اللي يشوفوا هاد الحلوة مثلا كتقدم في البيوت لكن ما كيعرفوش الوصفة المضبوطة ما كيعرفوش اسرارها فانتمنا نتمنا انكم تجربوها بعينيكم غمضين هاد الحلوة كتنخدمها بزاف سيرقوموند وكان حطها في المحل كتتسربة وكتنتكل في الصباح وفي العشية يعني شي حاجار روعة روعة بالنسبة للمكونات نتمنا بعد اول حاجة ما تنسوا ليش اللايكاتكم والبرتاج المكونات عندنا ربعات البيضات عندنا كأس وربع سكر ساندة كتشوفوا الكسان معمرين هكا حتى الفم غوما والزيت الزيت دايرا زوجد الكؤوس انتع الزيت غادي ان شاء الله نخلي لكم القرامات في صندوق الوصف اهنا يا عندي واحد لزاست دو سيترون عندي كذلك العسل ضروري العسل في هاد الوصفة الى ما كانش عندكم ممكن تعودوا هاد المربا المهم اخواتي بالنسبة للعسل دا كشي علاش انا من لي درت واحد المعلقة كبيرة حاولت انني نقص شوية في كمية سكر بالنسبة لهنا الباكين باودر اكيد اندي زوج ساشيات ما يعادل 16 الغرام انتالباكين باودر وكذلك الدقيق فغادي نعطيكم القياس ديالو وانا كنخدم اهنا يا فواحد البول غادي نديرو اكيد 4 البيضات الى كان عندكم البيض كبير ديرو ربعات البيضات كبار الى كان عندكم البيض صغير حاولوا تديرو خمسة البيضات ازتعليهم كأس وربع انتع سكر ساندة وتقدرو تديرو حتى كأس واحد بالنسبة للناس اللي يبغيوا الحلوة هابطة شوية اكيد اختيت واحد الحامضة وحقيتها حاولوا انكم تديرو غلق شور انتعها الفقاني ولا تعودوها بزوج انتع ليساشي انتع الفاني اكيد العسل درت معلقة كبيرة وغادي نضيف دابا زوج دلكؤوس معمرين حتى الفم انتاع الانبا اكيد اللي هو كيوزن ما بين 150 ميليليتر ال160 ميليليتر المهم غادي نخلي ليقوم ان شاء الله المقادير مكتوبة فاول تعليق وكذلك في صندوق الوصف لان بزاف الاخوات كيسولوني على صندوق الوصف فينا هو المهم اخواتي هنا هي كنحاول اننا نمزج المقونات كلهم مزيان مزيان ومبعديها غادي نضيفو الدقيق المهم هاد الحلوات قدر يتحضرها احتمل لي كتكوني تصايبها كمثلا الغضاء ولا المهم شي حاجة فرمشة تعين وصادقة مليون في المئة كتشوفو انني خديد الدقيق الدقيق على العموم كترفض هاد الحلوة كيدخل فيها 800 غرام انتاع الدقيق المهم هاد 800 غرام تقريبا انا عندي ديمة مضبوطة لكن انتوما اكيد على حسب الحجم انتاع البيضة ديالكم انا مين كان دي الربعات البيضات قبار كتدخل لي 800 غرام انتاع الدقيق لكن اكيد اكيد انتوما من اللي تكونوا هكا ترونوا فيها ولا تعجنوا فيها ولا حاولوا اول حاجة ما تدلقوا هاشا لبنات وثاني حاجة انكم الدقيق تضيفو شوية بشوية باش ما يغلبش عليكم وما ربما يصدق عندكم الدقيق مثلا يتشرب بزاف ديك الوقت غادي تخلي وهكا واحد زوج معلقات ولا ثلاثة من ديك 800 غرام المهم هو القوام ديالها خصو يكون ارتب ماشي قاسحة وانما تكون مرخية شوية العجينة ولكن عاود ما مرخياش بزاف المهم غادي تشوفوا القوام ديالها انا حاولت انني ما نقطعش في الفيديو حتى نجمع هاد العجينة كتشوفوا ديما البنات من اللي يكون عندكم العجينة في اليد تحاولوا انكم تستيو ولا مهم ديروا واحد تست هكا باش تشوفوا العجينة واش تلتسق ولا لا وكذلك تشوفوا انها ما تلتسقش نهائيا هنا اكيد جيت مباشرة يعني من الاسرار متحد الحلوة انه ما خصهاش نهائيا تبقى تبتاح يعني انفو تعجنوها سير بلاس حاولوا انكم تقوروها هكا علاش لانه الى خليتوها غي واحد المدة انتاع مثلا سبع دقايق ولا عشر دقايق غادي تبقى تطلق لكم الزيت وتعذبكم في التقوار المهم راه الزيت الكيمية مضبوطة حاولوا انه بهات الطريقة تديروا قد الحبة قد ضغطها انا كان قبض العبار غي في الكف انتاع الايدي كتشوفو انه مهم كتشوفو يديارها شوى من ضربة البنات غير مهم تقريسيت كيما كيقولو وكان عندي تمشي خبشات المهم اخواتي هنا يا كتشوفو مباشرة مباد مكورتها حطتها هكا تقدروا تديروها تفوق الطاوة من هنا مثلا بالزيت انا نبغي هكا ندير ديمة ورق الزبدة باش نكون مهم ما نبغيش نبقى تما ندهن في ديك الطاوة ومبعدها نغسلها غادي نمشي هكا ندهنها بواحد البيضة اللي هي مضربة نحاولو اننا ندهن لها حتى الجوانب باش تجينا زوينا لكن بغيت نقول لكم واحد الحاجة اللي كتعطيها دكش تتشققات كيف ما شفتو هم هكا في الفيديو فالسبب وشن هو هو انه من اللي كورتها خليتها ترتاح واحد العشر دقايق مبعدها عاد بهنتها الفران كان يسخن اكيد ومبعدها بهنتها وكتشوفو كان ديرغي واحد الرشيشانتة السكر ساندة في الواسط هذا هو التزيين ديالها اللي بسيط وكيعطيها واحد المنيدر اللي هو زويون سافي غادي يمشو على هالطريقة ندخلو هالفران نار متوسطة طيب طياب عادي ماشي طياب الغريبة وانما طياب الخبز ولا طياب اي حاجة حلوة عادية كالطيب من الفوق المهم في الفران تعالغاز نار متوسطة حاولوا انه تكون فوقها المتوسطة شوية باش ندير لكم دكت فليحات اللي فيها ولا دكت تشققات من بعدها اكيد من اللي تشوفو الجوانب ديالها ولاتها كذهبية حاولوا انكم تنزلو هالفران خليو الفران محلول باش مايرجاش عليه هديك السخانة وكذلك تقتلو ليه النار باش هكا تحمر على خاطرها واحد المدة بما يبرد شوية الفران حاولوا تدوروا اللاطة تسدوا الباب ولكن ووقفوا على جنبها نوصيكم لانه فيها لأسل ودك لأسل يخليها تحمر لينا بسرعة بسرعة هذا هو المنظر النهائي تحى الميزان كتخرج لينا كيلو ونصف من هاد الحلوى يعني هاد المقادير انتعر بعض البيضات كيخرجوا لينا كيلو ونصف يعني عبار والتمن البيع اكيد من 45 درهم لخمسين درهم لان الاسعار زادت فتقدروا تديروا لها خمسين درهم غادي يكون عندكم واحد البركة زوينة بزاف كتشوفوا انها طرية هشيشة روعة روعة نتمنى انكم تجربوها متنساوليش اللايك والبرتاج والسلام عليكم ورحمة الله